اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لنخرج به هبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقوتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتهت السماء فكانت ابوابا وسنجرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وقذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا جهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه بآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تروبا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشرة يقولون ائنا لمردودون في الحافرة ائذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغو فقل هل لك الى ان تزكى وامديك الى ربك فتخشى فاراه الانية الكبرى فقلب وعصى ثم ادبر يسعى فهشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والأولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنتم اشد خلقا ام السماء فناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضهاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى وآفر الحياة الدنيا